أهلا وسهلا فيكم عدنا مع طباعة الهواء معنا اليوم دكتورة فرح خريش أخصائية طب أسنان الأطفال ومعنا الدكتور علي أبو نعمة أخصائي المعالج اللبية أو علاج العصب وجذور الأسنان أهلا وسهلا فيكم للمرة الثالثة أنا سعيد جدا بلقاقكم على فكرة زملائي وأصدقائي وأنا بستعين في استشارتهم طول الوقت يمكن يوميا على اتصال إحنا سوا بدنا نحكي شوية هلأ دكتور علي نفهم الناس إيش هو علاج العصب مع بعض الصور في عنا صورة رقم واحد واثنين وثلاثة إذا بنقدر نستعرضهم بشوية ترتيب وراء بعض ونحكي عنهم رح نفرجيكم السن ومناطق التسوس فيه وإيش بيعمل بالجذر وإيش بصير تحته ممكن تعطونا الصورة رقم واحد ونستهل مع دكتور علي الشرح عنهم هاي الصورة قدامنا أنا أول شي حابب أحكي للمشاهدين إيش هو العصب العصب هو عبارة عن أوعية دموية نهايات عصبية وأنسجة موجودة داخل السن بحميها طبقتين اللي هي المينة والعاج هلأ زي ما المشاهدين شايفين هلأ التسوس إذا عدى المينة والعاج بوصل لحجرة العصب ففي فراغ بنصف كل سن هو فيه العصب مظبوط ويمتد للجذور لنهاية الجذور هلأ هل شايفين إحنا تحت بالجذر هذا تحت الجذر الأيسر هذا هو الالتهاب هذا الخراج هلأ مجرد وصول التسوس للعصب العصب بالتهب هلأ بيبدأ الالتهاب بألم هلأ إذا المريض ما رجع الطبيب العصب عنده حماية ذاتية فبيموت حاله خلينا نسميه نكروسز هلأ بيموت العصب بيبطل المريض أحس بأي ألم فهو بتوقع بعد الحالات بتوقع المرضى أنه هيك راحة المشكلة أخذ حبة مضاد حيوي ومسكن انتهى الموضوع لا هو ما انتهى بالعكس بلش هلأ بتبلش الفضلات والبكتيريا اللي ناتجة عن موت العصب تتراكم داخل الجذر وبعدين بتنزل على قمة الجذر أو هي الأيبكس وبصير الخراج داخل العظم أو ذروة الجذر في معنى صورة ثانية صورة رقم اثنين بتوضح لكم مراحل علاج العصب ممتاز هلأ إحنا أول إشي طبعا بننظف التسوس من المينة والعاج هذا التسوس بأول صورة على الشمال بعدين بندخل للقنوات الجذور بننظفها كاملة لاحظ الصورة اللي بننص إنه لازم إحنا ننظف كامل الجذر من أول إلى آخر أنتو بتفوتوا بأداة بنسميها المبرد نعم من نوع من أول نوع المبارد لقنوات الجذر بتفوتوا فيها لي ذروة الجذر لذروة الجذر طبعا كيف منعرف إنه وصلنا للذروة؟ فيه طبعا أجهزة معينة بنستعملها زائد صورة الأشعة يعني إحنا خلال العلاج بناخد للمريض صورة أشعة نتأكد إنه الأداة تاعتنا واصلة لنهاية الجذر بننظف الجذر بنوسعه بعدين بنحط فيه حشوة مطاطية لنهاية الجذر طبعا فيه سؤال دائما المرضى بسأله طب دكتور أنا عندي المشكلة بجذر واحد ليش ما أعمل جذر واحد وأترك الثاني؟ طبعا أنا حابب أحكي لهم إنه العصب عبارة عن خلينا نحكي سيستم متكامل يعني إذا أول العصب نضرب بتسوس أو بأي شيء تاني كل العصب بالتهب مش بس الجزء المصاب كله بيمتد على عكس هلا بنا نحكي على عكس بالأطفال شو بصير معنى اتصال تفضل إنت على الهواء أم زين ألو؟ أيوة أهلا وسهلا سلام عليكم الله يساعدك بدي لو بدي أغلبك بدي أسأل بالنسبة للأطفال اللي بيناموا بيشدوا على أسنان هون معك الدكتورة فرح تفضلي اسألي إيش الواحد بيقدر بيسويل هون؟ الأطفال اللي بيشدوا على أسنانهم دكتورة فرح بتفضلي أدي عمر الطفل؟ السبع سنين هلأ في مرحلة من أعمار الصغار الأصل عندهم الشد على السنان أو الكز على السنان أصلا شكل جزء طبيعي من النمو هلأ ما بقول إنه طبيعي إنه لازم يكون مستمر لأشهر طويلة ولا سنين بس بيصير في مرات عند الأطفال عشان فيه أيوان بظل فيه سنان دائما عم تطلع ينتقل من مرحلة الانتقال من مرحلة إلى أخرى عم تطلع عم تغير ارتفاع الفاك وبالتالي الفاك الصدغي بتغير عشان هيك بطروا يشدوا على أسنانهم بيصير الشد بدون ما يحس بالضبط وبالليل وبعدين صوت صق ممكن بيخوف بيكون عن جدد أهل بصحوا مرات ممكن على صوتهم بيكون عم بيكزز على أسنان إحنا بنقوله بتسمع له هيك صرصرة يعني هذا ممكن نحط له هذا أول شيء نعمل لازم أول شيء أنك تظل متابعهم يعني أولها تتأكد أنه هذه مشكلة مزمنة يعني يفضل أنك ما تروح مثلا تعمل له طبعة تحط له جهاز واقي لا يفضل هذا الإجراء طوالي لازم يكون في متابعة لازم تتأكد أنه أصلا هاي المشكلة موجودة مش أنه غيران من المدرسة مثلا في أطفال كتير بيكونوا مثلا عندهم أخوة جديدة أو أخت جديدة يعني شو تخيلين نفسي طلو أصغر شو كيو تحار بيحاول أنه يحصل على بعض الاتمام منها بلا أنه بيشك عسنانه من الغيل بيصير حس أنه أخذ انتباه بيصير يشد عسنانه أكثر نحن شعب الأردن كتير مش عصبيين وكتير حياة ما في سترس احنا ما بنسك على سناننا أبدا يمكن أتوقع أن نلاقوا عندنا التعداد وقت كتير على العكس إن شاء الله يا رب ما حدا فيكو بيعاني من هاي المشكلة أم زيد احنا بننصحك للمكابعة طفلك أو ابنك أو هذا الطفل في عمر سبع سنين مع أخصائي أطفال يتأكد إنه المريض مش وقتي الحالة اللي عم بيمر فيها ممكن تكون مزمنة فيتطر إنه يتدخل أو ما يتدخل وإذا كانت مش مزمنة منتدخل وقتها يعني بتاخده عند الطبيب تتأكد عليه تتأكد منه يعني تتأكد من صحة هذا الصح إذا هي متأكد يا منه شو ممكن يعمل الطبيب؟ ممكن ندخل بالأدوية ما يتوقع عليه باسم الحارس الليلي جهاز الحارس الليلي مع إنه هو بأغلبية الأحيان لازم ينلبس 24 ساعة بس بسموه الحارس الليلي لأنه أكتر مرة بالليل بسمعه صوته المجاورين لهذا المريض في الأسنان طيب دكتورة فرح حل يتم معالجة عصب الأسنان الليبانية؟ طبعاً أكيد يعني فيه نوعين من المعالجة العصب في عندك بتر اللوب الحي اللي هو البالباتامي وفي عندك استقصال اللوب الحي زي اللي بيشتغلون الكبار بتر يعني بنقطع جزء منه لللوب الحي نقطع جزء الفوق الجزء العلوي من الجزء ما ندخل للجذور أو الاستقصال الكامل بنفوت على الجذور بالضبط ندخل لك كامل الجذر ومنحشيه ومنخليه بس هو التركيز الأكتر إنه بالعادة الأطفال اللي تسوصهم كتير بسيط يعني وغير مرئي ممكن يوصل للمعالجة البتر اللوب الحي اللي هو البالباتامي بسرعة كبيرة فهاي مهم إنه برضو التركيز كتير بعيد وبركز على إنه لازم نشوفه الصغار بوقت مبكر عشان ما نوصل مراحل التسوص أسرع في الأطفال لأنه المينة كتير أصغر يعني حجرة العصب حجرة العصب كبيرة في الأطفال أكبر بكتير من الأسنان الدائمة أولاد الكبار بتوصل بتواجه الصعوبة إنت مرات في إنك تلاقي حجرة العصب في الأسنان؟ طبعا هلأ مع تقدم العمر أحيانا وجود حشوات من سنين طويلة يعني قريبة على العصب كلها بتخلي العصب يتراجع وبالتالي الفتحات تاعت قنوات العصب تتقلص تتتقلص أو تصغر وبتصير بدهم جهود مضاعف مرات تحتاج لإستعمال مايكروسكوب تكبير إنك تلاقي القنوات بتشتغلوا مرات بمايكروسكوب سريري يعني أنتو عم تطلعوا على الحالة بمايكروسكوب وعم بتعالجوها نفس الوقت من خلال تكبير مضاعف نكبر مرات خمسة مرات عشر أضعاف عشان نقدر إنلاقي القناة وننظفها يكي في هاي الحالة برضو هي من الحالات اللي تتطلب تدخل أخصائي وليس طبعا هلأ يعني الميكروسكوب عادة هو موجود عند الأخصائي هلأ في أطباء أسنان عامين عندهم بس الأغلبية خلينا نحكي هو موجود عند الإختصاصي والإختصاصي بيكون طبعا ما أخذ دورات عليه لأنه مش بسهولة إنك تتأقلم مع هذا الجهاز يعني فبدو دقة عليه وخبرة معينة فيها معنا اتصال من خولة تفضلي أنت على الهواء تفضلي خولة أنت على الهواء تفضلي مرحبا أهلا أهلا وسهلا أهلا دكتور كيفك دكتور أهلا وسهلا أهلا فيك دكتور أنا عندي مشكلة يا دكتور لا تفضلي الله يسعدك يا رب أنا عمري 45 سنة عمري العمر كله يا رب آه Bazal semana تقتطعا دائم لما أتوا��� occasionally زالما يعز عشد عسنانة العشد عسنانة على آخر عشد عسنانة يعني بقوم بحثindo لما أقف بحث عندي أنk تبق عن بعضه يعني. كثر ما أنا عاصف على سنانة يا دكتور. قدي صار لك بتحسي بأنك تعملي هذا الشي؟ أيها دكتور؟ قديش صار لك بتحسي إنك.. إن تقريبا إلي سنتين. إليك سنتين؟ إليك سنتين يا دكتور. طيب مريتي بأزمة معينة أزعجتك نفسية عائلية؟ كان معي أعصاب. كان معي أعصاب كان معي. آآ كان عندك مشكلة بالأعصاب. آآ كان مشكلة مع الأعصاب وتعلن تذكر الأعصاب. بس لكن يا دكتور لحد الآن أنا لما قدي أصحى ولا أعنايمة وأصحى من النوبة. حس ستنانة يعني بقص على بعضهم. يعني يعني بصعوبة يا معنى إن أفاتك كوي دكتور. آآ بصعوبة لتفكيهم. طيب هاي في هاي الحالة يعني يمكن هي برضو نجع من قول ممكن هذا إشي مسبب للألم كتير. أكيد بس بما إنه معنى أخصائيين اثنين ممكن نستشير. دكتور علي شو بتنصح ستخلنا في هاي الحالة؟ والله أنا بنصح هتراجع طبيب أسنان ممكن يحط لها الجهاز الحارسي. بإختصاص معين؟ الفكين. ممكن جراحة الفكين هم أكثر ناس. ممكن جراحة الفكين. آآ يكون عندهم خبرة بهذا الموضوع. أو أخصائيين الإطباق. في أخصائيين إطباق. آآ طبعا. يسموه أخصائي الإطباق. ممكن يساعدك كثير في حال هذه المشكلة. خصوصا إنك أنت مرأتي بمرض أو محنة عصبية. أو أمراض الأعصاب الجهاز العصبي. فمنصح إنك تشوفي أخصائي ممكن يشتغل مع طبيبك أخصائي جهاز العصاب. لا يوصلوا لمنطقة مريحة إليك ما تشدي فيها على فك الصدق وعضلات فكك. لأنه هذا الإشي ممكن إنه يتطور ويتطور بشكل مؤلم ومؤذي. وممكن يعيخ بثير من حياة البني آدم اليومية. الناس تستخف فيها مرات بس مشاكل الإطباق ممكن إنها تكون مزعجة جدا. وتمنع الواحد من إنه يحصل على حياة متكاملة طبيعية. طبعا الطبيب بده يسألها إذا بتاخد أدوية معينة. في أدوية ممكن تشد العضلات. طبعا. في أدوية يكون عم بأخدها الواحد عم بتسبب هذه التقلصات العضلية بيتتأدي للشد على الأسنان. أوكي. طيب هاي نصحتنا إليك. رجاء أنك تتوجه إلى أخصائي جراحة وجه فكين أو أخصائي إطباق إذا استدليتي. في حال عدم قدرتكم على الاستدلال على أي طبيب في أي بلد في الإختصاص اللي بدكم إياه في صعوبة. دائما توجهوا للمراكز الأكاديمية. يعني ممكن المستشفيات تتابعة للجامعات. وإحنا عنا. والنقابة ممكن. والنقابة. النقابات الطبية ممكن إنه تدل وتوضح مين موجود في البلد من هذا الإختصاص. سويا توقو ترخطوة سرماو. اللقابات المشاهدة